على الرغم من إنشائه منذ عام 2012 افتتح أخيرا متحف كاركوك الفلكلوري افتتاح كان بعد طول انتظار بسبب الإهمال الحكومي له وعدم توفر مستلزماته لأكثر من عشر سنوات متحف كاركوك الفلكلوري انشئ هذا المتحف من قبل مجلس محافظة كاركوك في عام 2012 المتحف منذ عام 2012 لم يفتتح بشكل رسمي تم افتتاحه يوم 28 ثلاثة 2022 المتحف يضم المهن القديمة التي كانت موجودة بالمدينة في لمحات تحاكي واقع الحياة القديمة التي كانت سائدة أنذاك إلى جانب عرض الأزياء القومية التي كان يتم ارتداؤها من قبل سكان كاركوك هذا المتحف فيه العديد من التمافيل التي تجسد الواقع الحياة اليومية في كاركوك لكن ليست بالبعيد حيث تحمل العديد من المهن التي كانت تستعمل في الحياة اليومية يضم المتحف الفلكلوري هذه التماثيل المصنوعة من الشمع وتضم الأزياء الكردية والتركمانية والعربية أي قوميات كاركوك بجميع القوميات وهذا المتحف مفتوح أمام الزائرين في كل وقت أثناء الدوام ويعاني العراق منذ عام 2003 من أهمال حكومي للمتاحف التاريخية والفلكلورية التي تحكي قصة مدن ومحافظات بأكملها في خطوة يرى فيها المراقبون أنها تهندف لطمس الهوية والتاريخ ومحاولة عدم إظهار ومعرفة تراث المدن وسكانها وإيجاد ثقافات شاذة ودخيلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر